أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن التحقيقات في محاولة اغتياله وصلت إلى نقاط متقدمة رافضا الكشف عنها حرصا على التحقيق ووضع جعجع في خلال اللقاء التضامني لقوى 14 أدار معه والذي انعقد في معراب وضع محاولة الاغتيال في إطار المواجهة الكبرى في المنطقة معتبرا أنها لو نجحت لكان لها مضاعفات خطيرة على وضع المسيحي في لبنان اللقاء التضامني مع رئيس حزب القوات اللبنانية شارك فيها أكثر من 200 شخصية سياسية وحزبية ومن المجتمع المدني وقد استهل اللقاء بكلمة لمنصق الأمانة العامة لقوى 14 أدار فرس سعيد الذي أشار إلى أن هدف الاغتيال لو نجح كان توجيه رسالة إلى المسيحيين بأن التحالف مع المسلمين ممنوع وضرب البنية المركزية لقوى 14 أدار وسقوط اتفاق الدوحة تطلب 14 أدار إحالة جريمة محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع على المجلس العدلي كونها تندرج في صياق ضرب السلم الأهل والأمن في الوطن وزعزعة عملية الاستقرار واستهداف مشروع بناء الدولة اللبنانية رابعاً إن توقف الحكومة المفاجئ عن تسليم حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية الذي يسهل كشف المتورطين في الجرائم لاسية من محاولة اغتيال الدكتور جعجع يشكل طواطؤاً ضمنياً مع المجرمين وإعاقة لمسار العدالة المتحدثون في اللقاء تطرقوا إلى الجهات التي تتحمل مسؤولية محاولة الاغتيال وتحدثوا عن الوضع السوري وتداعياته اللبنانية وكانت مقترحات تتعلق بكيفية الطعاة مع الطرف الآخر في عقاب هذه المحاولة العود إلى هذه القاعة من أجل تلاوية